حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو من أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لأوروبا قبل كل شيء وقال شويغو خلال لقائه مع نظيره اليوناني بانوس كامينوس في موسكو إن رد فعل أوروبا على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مهم بالنسبة لروسيا داعيا إلى أن تدرك أوروبا العواقب التي ستكون في حال نشر صواريخ متوسطة المدى على الأراضي الأوروبية وأضاف الوزير الروسي أن من الصواب أن تكون هناك مناقشة أوسع لهذا القرار في إطار حلف الناتو والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أنه ليس الجميع في أوروبا يفهم أن هذا القرار سيؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة لأوروبا خصوصا وجاء القرار الأمريكي بعد تبادل اتهاماته بين موسكو وواشنطن بانتهاك المعاهدة وفيما حذرت موسكو من عواقب هذه الخطوة أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن واشنطن لم تقرر بعد نشر الصواريخ في أوروبا بينما سعى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس لطمأنة الحلفاء الأوروبيين مشيرا إلى وجود مشاورات مع الحلفاء بهذا الخصوص في الوقت الذي حثت فيه الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو واشنطن على محاولة دفع روسيا لاحترام المعاهدة بدلا من الانسحاب منها وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العشرين من هذا الشهر أن واشنطن تعتزم الانسحاب من المعاهدة التي وقعها الزعيم السوفيتي ميخايل جوربوتشوف مع نظيره للأمريكي رونالد ريغان عام 1987 وأعزت ترامب السبب وراء الانسحاب الأمريكي من المعاهدة إلى انتهاك روسيا لها وهو ما نفته موسكو التي اتهمت بدورها واشنطن بعدم الالتزام بالمعاهدة ترجمة نانسي قنقر